السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الاتصالات تدعو للإبلاغ عن المخالفين لقرار الغاء الضريبة كارتات الشحن اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات عن بيع بطاقات التابعة بنفس قيمة المكتوب عليها فيما خصصت ارقاما للإبلاغ عن المخالفين للتسعير وقال رئيس الهيئة على المؤيد للوكالة الرسمية ان هيئة الاعلام والاتصالات عقدت قبل ايام اجتماعا موسعا مع شركات الهاتف النقال ووجهت بضرورة تنفيذ قرار الغاء ضريبة 20% على بطاقات التابعة مبينا ان جميع الشركات اعلنت التزامها التام بمحظر الاجتماع الرسمي وترحيبها بالقرار وارسال رسائل الى المواطنين بالغاء الضريبة ودع المواطنين الى عدم شراء اي بطاقة التابعة تكون مع سعر الضريبة من المحال التجارية والتبليغ عن المخالفين للسعر المتفق عليه لافتا الى اهمية تعاون المواطنين مع الهيئة وشدد على شركات الهاتف النقال بضرورة التزام مكلاءها بالقرار مشيرا اهمية التبليغ عن المخالفين للقرار من خلال الاتصال على ارقام الامن الوطني او على هيئة الاعلام والاتصالات الذي هو 177 وبين ان سعر بيع بطاقة التابعة للمواطن سيكون منذ يوم الخميس بنفس القيمة المكتوب على البطاقة موضحا ان بعض المحال التجارية كانت تضيف سابقا 250 او 500 دينار على اسعار بطاقات التعبئة وخاصة في الاقضية والنواحي بسبب جلبها من المدن البعيدة حيث تم الاتفاق مع الشركات بمعالجة هذا الموضوع الاعلام والاتصالات تؤكد الغاء ضريبة بطاقات الموبايل بملايين الرسائل النصية اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات دخول قرار الغاء الضريبة بطاقة تعبئة الهاتف النقال حيث التنفيذ عبر ارسال ملايين الرسائل النصية للمواطنين بهذا الشأن وقال المكتب الاعلامي للهيئة في بيان ان هيئة الاعلام والاتصالات ارسلت ملايين الرسائل الترويجية لهواتف المواطنين حول الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال أضاف البيان أن الرسال تضمن التأكيدات من الهيئة على أن القرار إلغاء ضريبة بطاقة التعبئة سيدخل حيز التنفيذ ووفقا للبيان الصادر آنذاك عن الهيئة فقد تم بحث آلية التعامل مع بطاقات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلعب بالأسعار ووفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء الحالي سيعود سعر بطاقة الهاتف النقال إلى وضع السابق من دون إدخال ضريبة عليه وهو قرار بدأ باقتراح من وزيرة الاتصالات الحالية ثم لقى استجابة سريعة من مختلف الأطراف النيابية والحكومية قبل أن يتحول إلى قرار رسمي جار التنفيذ ابتداء من الأول من شهر كانون الأول لعام 2022 لجنة الاتصالات غرامات مالية تنتظر الشركات المخالفة لقرارات تخفيض أسعار الانترنت حذر عضو لجنة النقل والاتصالات غسان العيداني من عدم التزام شركات الانترنت بقرارات تخفيض الأسعار التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات مضيفا أنه سيتم فرض غرامات مالية على عدم الملتزمين وقال العيداني أن لجنة النقل والاتصالات ستعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لبحث ملف الشركات التي لم تطبق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار اشتراكات الانترنت مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تحذيرات إلى الشركات التي لم تطبق قرارات التخفيض وتابع أن أغلب الشركات رحبت بقرارات التخفيض لكونها مفروضة على المسهلكين وليس على الشركات المجهزة للانترنت مبينا سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على جميع الشركات التي لم تلتزم في قرارات تخفيض الانترنت للإشتراكات الشهرية وأضاف أن العقوبات التي ستتخذ بحق الشركات غير الملتزمة في قرارات مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ستصل إلى إيقاف عملها داخل العراق وكان عدد من وكالة الشركات المجهزة للانترنت في أغلب المحافظات قد أعلنوا عن عدم تخفيض أسعار اشتراكات الانترنت بسبب عدم تخفيضها من الشركات المجهزة لهم ترجمة نانسي قنقر